تصدقوا ان النبي ما كانش امين على امامة علي ايه عم اشهر في الكلام الكبير ده تمام ايه الكلام الكبير يعني النبي لم يكن امين على موضوع الامامة اه عند الشيعة اه النبي لم يكن امينا على امامة علي تمام تورينا الادلة يا عم وبطر كلام كتير ده اللي انتوا عاديين تشوفوه شي يعني سامعيني في التيك توك خشوا بقى قناتنا في اليوتيوب عشان تشوفوا الادلة قدامكم صوت وصورة عشان بلاش تكتبوا بس كده على الفاضي وانا عارف ان اللي انتوا عتصدموا بالله انا هقوله ده في يوم هدد النبي لم يكن مبلغا للرسالة بامر واحد بس قبل ما نشوف موضوع التهديد وموضوعي للنبي لم يستطح في الفكر الشيعة الاثنى عشري سلام الله عليه حبيبي يا رسول الله الله ما اساء لك الشيعة ولكن الشيعة الاثنى عشرية خارج الاسلام فلا تحزن يا رسول الله ممن لقب نفسه بالاسلام وهو خارج عنه سبحان الله تعالوا كده نشوف اخواننا لاحبة كيف ان النبي لم يكن امينا على الدين في الدين الشيعة الاثنى عشر كنت تتكلم بجدة عما اشوف الا بتتكلم بجدة انا ههذر ودي فيها هذر كتاب الاصول من الكافي كما يعرض على الشاشة اخواننا لاحبة كتاب الاصول من الكافي محمد ابن يعقوب الكليني في الجزء الثاني كتاب الايمان والكفر واضح المصدر يقول عن محمد في الحديث العاشر يقول قال ابو جعفر عليه السلام ولاية الله اصراها الى جبرايل عليه السلام ولاية الله سر اصراها يعني من الاسرار يعني ولاية الله اصراها سر هذا سر والسر لا يبس كشفه صح ولا مش صح ها نكمل نكمل واصراها جبرايل الى محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله واصراها محمد الى علي واصراها علي الى من شاء الله اذا علي امر بتبليغ الامامة الى من شاء الله فقط ثم انتم تذوعون ذلك تمام يبقى يبقى اذا هنا الامامة اصلا في الدين الشيع والولاية هذه سر من الله الى جبرايل ومن جبرايل الى محمد ومن محمد الى علي ومن علي الى من شاء الله فقط تمام لماذا ازاع كما يعتقد الشيعة النبي امر امامة علي لا اول حاجة يبقى اذا اول حاجة كده الممps يبقى اذا اذا الامامة هي دين سري المفروض ان النبي لا يفصح به الا ان علي وعلي لا يفصح به الا من أراد الله او شاء الله اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم انه لم و dessه السر الشيع العمد من النبي انه لم يكن وتصل أمينا على هذا السر تمام طيب ايه اللي عبت كلامك ده عم اشرف ان هي مولاية سرية عشان بعض الاخوة المعتردين ركزوا ايكمان انا احب المعتردين عشان انتم ما زلتم معتردين يقول في كتاب الكافي لمحمد ابن يعكوب الكوريني في الجزء الثاني صفحة مئتين اتنين وعشرين تمام في حديث علي بن ابراهيم عن ابو وقع عبدالله عليه السلام او عبدالله عليه السلام يا سليمان انكم على دين من كتمه اعظه الله ومن ازاعه ازله الله قدامكم استاذنا الفاضل الدليل التاني عشان بس ريح الناس شوي تمام طيب يأتي اخواننا الاحباء برك الله فيكم عشان افاهم الناس بس ان اصراء الرواية معناها اخفاءها مش كلامي انا برضو بنفس الحديث بس عشان تركزوا معي ادي الحديث اللي انا عرضته من كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكوليني ودي الحديث اللي انا عرضته يأتي المجلس في مرآة العقول في شرح اخبار اهل الرسول في الجزء التاسع صفحة مئتين وتسعين بيقول الحديث العاشر صحيح ركزوا عن مسألة كانت مما يلذم الطقية فيها تمام او من الاخبار الاتية سرا مركزين برك الله فيكم ولا لسه برضو عندكم اعتراض مركزين ولا لسه انا بص سوء يعني صابور معاكم للنهاية تمام صابور معاكم للنهاية لسه حد عنده اعتراض ان هي معناها اظهرها اشتركوا في القناة